بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم حباب قلبي عندين ايه رب تكونوا بخير معاكم نونا من قناتي قناة يوميات مطبخ نونا هنعمل الاكلة الحلوة الجميلة دي النهاردة النهاردة عندنا روتين قوي جدا بس مش في البيت عند ماما هنروح ان شاء الله نعمل الفراخ المشوية الجميلة دي هنشويها على السطوح يوم مختلف وعلى القناة اول مرة نعمله على القناة عندنا وحتشوف الفراخ الجميلة دي هنعملها ازاي وتدبيلتها ازاي اهم حاجة عندك انا جايبالك المقطع ده عشان تشوف الفراخ وهي منقوعة الفراخ دي قعدت اكتر من ساعتين منقوعة في دقيق وملح ولمون وخل وجنزة دي لازم بعد كده تسيبها منقوعة وتجهيز التدبيلة بتاعتك التدبيلة بتاعتك عبارة عن ايه دول فرخاتين كبار يعني التلب بصرات القدامك على التلات نمطميات على قرنين فلفل دول حيتفرموا في الخلط مش في الكبه في الخلط عشان يبقوا نعمين هتحط والتوم هتحط طماطم تحت والفلفل البصل مش تحت لان الخلط مفوش ماء عشان يفرم فهتحطيهم هم تحت عشان خاطر الخلط يقدر يفرم ونحط معاهم تلات معالق زيت وزيهم خل تلات معالق خل عشان الخلط يقدر يشتغل ودول كده كده من ضمن التدبيلة الخل بيطر الفراخ جدا وبيخلي انتجتها لينة والتوم اهم حاجة التوم كمان في الخلط بعد كده هنفرم ده كله هنضيف عليه معلقة من العسل الاسود بتغير المشويات جدا وبتخلي طعمها حلو لونها حلو وهنحط التوابل بغارات بقى اللحمة عندك بابركة عندك قرفة نعمة عندك كسبارة كل ده هتحطيه والفراخ انا جبتها لك تاني بعد ما تشطفت قدين تشايفة لونها عامل ازاي والمية بتاعتها عاملة ازاي من النقعة بتاعتها بعد كده حطينا آآ علبة الزبادي على التدبيلة بتاعتنا الزبادي برضو باضطر المشويات جدا وبتخليها جميلة وده عصير خمس لمونات اللمون مهم جدا احنا عرفنا التدبيلة كده مكوناتها عاملة ازاي وخلصت هنجيب لك بقى الفراخ قطع قطع كده وانا هنا بوريكي انا نفتحها ازاي الفراخ المشوية لازم تقطعيها بالشكل ده وتفصلي آآ مفاصل العضم بتاعت الفراخ تبقى مفتوحة ماينفعش ابدا تسيبها مقفلة عشان العضم يمبقاش في دم لازم تضحضحيها كده وتجيبي اخيرة يعني زي ما انت شايفة كده الوريكي ممكن تلف فيه كده من كتر ما هو خلاص عضمه كله ما بقاش ماسك في بعضه بقى كل العضم مفصول عن بعضه والكتف نفس النظام بتجيب الكتف كده بعد ما بتفصلي عضمة الكتف بتبدأي تنتي تفتحي الكتف للاخر بالسكينة يبقى ماسك على حاجة بسيطة علشان خاطر يستوي بسهولة وياخد منطعم التدبيلة هنمسك قطعة قطعة كده نحطها في التدبيلة ونملاها بيها بعد كده زي ما انت شايفة سانية ما شاء الله تبتاكل نية شكلها تحفظ هنسيب التدبيلة الحلوة دي في التلاجة على ما نعمل الرز بتاع المشويات بتاعنا بكل تفاصيله احلى من اي مطعم انت كلتي فيه قبل كده هنحط الزيت وننزل بيه بسلتين كده مفرومين نعم حلوين ما ياخدوش مننا لون يا دوبك بس يتشوحوا تشويحة حلوة اللي هي ايه داخل كده على التلوين بعد كده هننزل بالبغرات كركم وكاري وارفة نعمة وورق لورة وكسبرة كمان نعمة وشوية بغرات واتنين لومي والرز عندنا كان مخصول ومتصفي وننزل على يعني الحاجات بتاعتنا دي الخلطة بتاعتنا دي وحطينا جزرتين مبشرين وطمطميتين كمان مبشرين وديهم بقى تقليبة ومش هرها حط الشربة في ساعتها لأ افضل اقلب حد دما الحلة تسخن والرز بتاعي يسخن كويس والشربة عندي تكون سخنة ننزل بيها على الرز واخد الملح بتاعه مزبوط وكل حاجة مزبوطة اول ما ينشف ويشرب ميته هنحط عليه ايه هنحط عليه اربع معالي زبيب كده حلوين من غير ما ننقع ولا اي حاجة هو مجرد ما تحطيه وتغطي الرز البخار بتاع الرز هيخلي لك الزبيب بقى يطرة ويبقى زي الفرن شكل الرز بيتكلم عن نفسه انا مش هتكلم يا جماعة انتو احكموا انتو بص شو في رزة عامل ازاي خلصنا الرز واطلعنا بقى للنص الحلو من الفيديو احلى حاجة كانت في الموضوع الموضوع الشاوي على الصدوع ده بصراحة تجربة جميلة جدا احنا اول مرة نجربها مع التصوير يعني احنا ما بنعوز نشوي بنطلع نشوي عالصدوق عشان الدخان كانت العيال كانت موسوطة جدا والعيال مبسوطة يعني مش قادرة اقول لكم هما اللي كانوا بيشوي انا كنت بصور بس بس هنا انا كنت بصور بايد وبحط لكم الفراخ في وبحط الفراخ في الشبكة بالايد التانية معلش بقى سامحوني لو التصوير بقى رايح جاي كده يعني ايه اعذرون لان الولاد ما بيعرفوش يصوره هنا بقى انا عملت ايه بعد ما حطت ويرك شلته تاني عشان انا هحط الاكتاف او الصدور كلها مع بعض وارجع عشوي الاوراك مع بعض ليه الكتف آآ سميك وكبير بياخد وقت في التصوير عن الوراك فانا لو حطت كتاف مع اوراك الوراك هتسيبه بسرعة وتتحرق والكتف لسه هيبقى مستويش يبقى انا طالما حاسقوي على مرتين يبقى انا ايه اريح نفسي واعمل كده لكن لو انا فرخة واحدة هعمل ايه هفتح السلاكة اشيل الاوراك اللي استوات واسيبه الاكتاف عادي مفيش مشكلة لكن احنا سوينا على مرتين فسوينا الاكتاف مرة واحدة وبعد كده رجعنا سوينا الوراك هنا انا خلاص رصتهم هقفل عليهم وحطهم على الشواج احنا ولعنا الفحم ازاي احنا ولعنا على البتجاز اه فحميتين تلاتة كده وخدناهم معنا فوق السطوح وحطناهم وسط الفحم التاني والهوى بقى هو اللي قام بدوره لوحده والله العظيم الهوى كان جميل يعني سبحان الله الصبح كانت جو نار اخر النهار كانت جو تخفى والهوى بقى شغل الفحم لوحده مش قادر اقولك يعني احنا كنا بنهوي بسيط جدا ويعني الشاوي في الهواء الطالق حاجة تاني صح هو على السطوح مش في جنينة بقى والحاجات دي بس والله العظيم كان جميل جدا يعني تجربة حلوة قوي للي بيجربها وهنا يوسف ابني بيحييكو قال لي يا مام انا عايز انا اللي اشوي وهوي يعني على الفراخ وكده واعمل له واعمل للمساهدين باي باي قلت له ماشي يا يوسف هو هنا بقى بيسلم عليك خلاص اللي قلبنا الاكتاف على الوش التاني يعني احنا اول وش حطناها حطناها ناحية العظم يعني العظم هو المواجه للنار ليه بقى لان انت لو حطيها على الناحية بتاعت الجلد السخونة دي حتشوي ماشي من ناحية الجلد بس العظم هيعمل دم لان انت هنا اول حاجة للصدمة الاولانية تبقى لالعظم عشان ما يعملش في الفراخ دم هنا كانت الاكتاف بتاعتنا استوتوا زي ما انت شايفها تشوك بتخش فيها بسهولة بتتهير ازاي وكانت جميلة جدا والتدبيلة واخدت عمها رغم ان هي مععدتش في التدبيلة اكتر من ساعتين والله يعني مععدناش بقى تدبيلنا من بالليل وحطينا في التدبيلة وتاني يوم شوي لك كلام ده خالص والله يعني يا ضوبك مسافة ما تدبيلتها وعملت الرز وروحنا شوينا خلاص كده ما خدتش وقت وكانت شربت تدبيلة وطعمها طحفة ومستوية جدا زي ما انت شايفهم يوسف هنا بيقول لكم حطوا لايك وياسين بيلعب حوالي انا سمعوا كلام يوسف بقوا حطوا لايك شجعوا يوسف هنا كانت الفراخ بتاعتنا كلها تشاوت الفراخ الصدور والوراك عملنا ايه بقى التكة الصغانتوتة دي حطناهم في الحل وغطينا عليه وسبناهم عالشوية شوي يبخروا كده مع بعض واظن هنا بقى الموضوع بيتكلم عن نفسه يا جماعة انا مش هقول لكم حطوا لايك لو عجبكو شكل صمية الفراخ دي حطوا لايك بتهايلي ما جبنهاش من بره قبل كده انا عن نفسي مكلتش فراخ مشوية زي دي من اي حت والله العظيم الاكل كانت طحفة جربي الطريقة دي صدقيني مش هتندمي في الرز وفي الفراخ وعملنا شوية صلطة مشويات بقى ما تقوليش لعدوك عليها والله كانت عمها طحفة بس كانت مش هتشطة شوي لو عجبتك طريقتي وعجبك الفيديو حطي لايك ولو عجبك قوي يعني خلاص بقى المنظر الجميل اللي قدامك ده انا ماما كانت بتشيل ورق اللور من الرز معلش بقى لو عجبك الفيديو حطي لايك ولو عجبك قوي اشترك في قناتي وفعالي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد مع السلام